بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعية الآن كوب 27 هو بمثابة توضيح للعالم مدى قوة وتقدم مصر واهتمامها في المجال العلمي والاقتصادي واهتمامها بالبيئة والقطاع الزراعي اقتصاديات مهمة جداً من استخلصها من هذه المؤتمر الهام أو من هذه القمة الهام من الجميل أن أنت تشوف استعراض لما تم إنجازه أن أنت بتتكلم أن أنت بدأت تشتغل منتاش منتظر أن أنت عندك مشاريع هي مرتبطة الارتباط أساسي وبتقوم على الاقتصاد الأخضر أن أنت بتمتلك رؤية واضحة المعالم وأوراق عمل قابلة للتنفيذ وعلشان كده السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق على قمة المناخ قمة التنفيذ لما تتكلم وتستعرض عن مشروعاتك الزراعية الخضراء صديقة البيئة لما تستعرض الأنشطة المختلفة المرتبطة بالطاقة النظيفة وخططك المستقبلية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التوسع في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتوطين تكنولوجيا تحليل تحلية مياه البحار هنا يجب أن نتعلم من هذا الدرس أن احنا فعلا بنمتلك مقاومات حقيقية للنجاح وأن العمل بجد وبإخلاص اللي كنا بنفتقده من سنين طويلة قد بدأ لما ابتدت أتابع وأنزل في السنوات الأخيرة ما حدث من تنمية بالنسبة للمشروعات العملاقة زي المليون ونصف مليون فدان وقدلت الجديدة ومشروع مستقبل مصر الميت ألف فدان صوب زراعية والمشاريع المرتبطة أيضا بالإنتاج الحيواني والإصدراع السمكي كنا محتاجين ده يحصل من سنين طويلة لكن النهاردة إحنا ابتدينا نشتغل وعاوزين نراعي أبعاد كتيرة جدا بنتعرض لها في هذه الفترة مرت مصر بأزمات لم نكن نتخيل حدوثها ولم تمر على البشرية من قبل سيناريوهات غريبة وعجيبة زي كورونا زي الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على اقتصاديات العالم كله ده حصل كله في وقت أنت بتبني في وقت أنت عندك عمل مستمر لا يتوقف وأيضا في جميع الملفات الدولة المصرية لا تنتظر الانتهاء من ملف ثم البدء فيها الملف الآخر لأن التحدي كبير وأن أنت عندك أزمات يجب أن يتم حلها بشكل فوري وسريع وعلى رأسها الزيادة السكانية التي تلتهم كل ما يتم إنتاجه وأيضا الاحتياج إلى زيادة فرص عمل التوسع في بناء مدن جديدة خلق مجتمعات تكون طريق بالمواطن المصري نهارده أنت لما تيجي تتكلم عن مصر النموذج المشرف اللي احنا بنشوفه في مدينة شرم الشيخ هو انطباع لمصر الحقيقية ليست مصر اللي حصل فيها تشوهات في السنوات الماضية والتي تعمل الدولة الآن جاهدة على إزالتها إزالة العشوائيات وتطوير المدن السكنية هم أيضا من الملفات التي لم تتوقف من أجل بناء مجتمع آمن بالنسبة للملف الزراعي احنا دايما بنتابع معاكم ما يحدث بالنسبة لزراعة البحصيل وتسويقها وخطط الدولة أيضا لزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد من هذه البحصيل ولازم نبقى عارفين إن في ملفات بتحتاج وقت يعني النهاردة لو جينا نقول هنزود انتاجنا من الأقماح ده محتاجة عدة محاور أولا إن انت يكون عندك الأصناف الجيدة مرتفعة الإنتاج والحمد لله الدور ده بيقوم بمركز البحص الزراعية في نفس الوقت علشان تتوسع في المساحات الجديدة انت محتاج مشاريع المشاريع المرتبطة بالطرق بتوصيل الخدمات والمرافق مرتبطة أيضا بأماكن للتخزين تكون مناسبة علشان بعد ما يتم عملية الإنتاج ما تفقدش منها جزء تعظيم الاستفادة من مواردنا هو الملف الأول في هذه الدولة المصرية في الأحداث الجارية هذه الفترة اللي احنا المهم والمفروض ان احنا نعرفها اهتمام الدولة بان يكون عندك استثمارات جديدة وجذبها وايضا توفير مناخ آمن لها نهضة خضراء على شط القناة واحنا شفنا كل المشاريع المرتبطة بمحور قناة السويس وتطويره وايضا التوسع فيه جذب عدد من الاستثمارات ايضا توفير الامن والامان لهذه الاستثمارات مناخ يكون جاذب فعلا تقدر من خلاله ان انت تجيد في العمل ودي توجهات رئاسية بتعزيز الاستثمار وتوطين الصناعة على شط قناة السويس شكرا